تولاية مستغانم تعارض صباحة اليوم الأربعاء العشرات من تلميذ متوسطة عمار محمد الكائن بحي ودي الحدائق الاعتداء الوحشي من قبل أشخاص مجهورين أثناء انهائهم امتحان التربية التشكيلية لشهادة التعليم المتوسط التي أجريت بمركز خليفي محمد بدوار الخليفية ببردية خير الدين حيث تسبب في جروح العشرات منهم بأسلحة بيضاء متمثلة في أدوات البناء وحول مباشرة إلى كل من مصلحتين الاستعجلات وعين تدلس وهي التي تعتبر الأولى من نوعها عبر الولاية التي تسببت فيها لعين الأولياء التلميذ الذين تفاجأوا للجحيم الذي عشوه أبنائهم في ظل غياب الأمن نسبة الحالة والتفاصيل كنا سوف نفوت البيام هاي من نفصل نفوت البيام وخرجنا حرص قال المديرة قال لها خرجهم خرجنا من ناس رد بزابيناتهم من واحد جاب بالاوهد مطرق خدمي لحقني بالاوهد شسرالي مننا واحد كبير ما يقرأو شمع ما يقرأو شمع عايت ألف تريفون بيت حاموا فينا برا تجو اللي جوندارم با خرجونا با روحوا اللي جونس من جمناش روح المديرة قتلها اللي خرجيه عارفة الحاجة هي كديرتهم وقتلهم خليهم خرجوا هيا خرجتنا براحنا ما خرجنا ولو اللي أخروا على الشيرة توانو ولو هكا اللي أخوفيهم ما بغيناش عليهم وما بغيناش عليهم تاني ولو اسغوفينا وما بغيناش عليهم تلاصقنا معهم اليوم واحد جاب باله واحد جاب دربونا بخدامة ويحد لقى علينا كيميو تجافة عليه كيميو ولا تلق عليه هادي ضربها ب باله عادي ش tiro ضربني اللي هنا بباله زرني المضروبين اللي هنا بخدمي طلبوا مديرة الأكاديمي ولا مدير الأكاديمي بولاية مستغالم يعني لما يرسل تلاميذ من حي الدبدابة كما نقوله امتيحان يديروا في منطقة غير محمية ومنطقة يعني فيها مدرسة في جبل يدون حماية الإسعاف لما تقدم تماما يعني ما تعرش الطريق التلاميذ اللي عندهم هذا المشكلة تصل بالأمن وكذلك سيدة رئيسة المركز تصلت بالأمن باش تخبرهم بأن الحادث توقع بعد الإجراء يعني خارج المؤسسة وحنا على مستوى المديرية لما بلغنا الخبر كذلك سنحقق في القضية هذه ونشوفوا ما هي تباعتها وان شاء الله يعني نشوفوا الحل المناسب في الوقت المناسب